يسعد وقتكم معاكم فاتن وصفتي للفيديو اليوم رح تكون من المطبخ السويدي رح نعمل مع بعض السويدش ميت بول وهذا الطبق بالذات بيتقدم بالمطعم موجود بايكيا لكن اليوم رح نعمل مع بعض اطيب بكتير من المطعم يلا مع بعض لنهاية الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة وخطوات العمل مع بعض ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم الاطباق القادمة ان شاء الله رح نبدأ بالبداية بتحضير الماش بتاتو عندي هون كمية من البطاطا طبعا رح اقشرها هلا ممكن انتو تستخدموا الكمية حسب حجم العائلة عندك يعني انا رح استخدم خمس حبات من البطاطا رح اقطعهم بعد ما اشرتهم بهذا الحجم حجم كبير لحتى تستوي بشكل اسرع حطهم بالطنجرة اغمرهم بالنار واتركهم على النار لحتى تستوي بشكل كامل مجرد ما تستوي رح اصفي عنهم المي وابلش اهرسهم رح استخدم انا هرست البطاطا هاي ممكن تستخدموا اي شيء باي سباس شولة عندكم او اي ماكينة خاصة لهرس البطاطا حسب رغبتكم لحتى تخلص كامل الكمية هيك بتصير معاي البطاطا جاهزة هلا هون لح اضيف تقريبا نصف كوب من الحليب ورح عندي هون 3 او 4 معالق من الزبدة رح احطهم على النار لمجرد ما يدفى معاي الحليب واتدوب معاي الزبدة بشكل كامل رح اضيف هلا معلقة من الملح ورح اضيف معلقة من الفلفل الابيض ممكن اضيفه الفلفل الاسود حبيت اضيف الفلفل الابيض لحتى ما يبين شكله بالقلب البطاطا كله بيرجح حسب الرغبة هلا ازا انتو حابين نكهة تانية انا حبت اضيف رشة بسيطة من جوست الطيب بتعطيها طعم جدا لزيز هلا بعد ما سخن عندي الحليب رح اضيف الحليب والزبدة على البطاطا ورح احرككم لحتى تصير معاي كريمية بخلط هاي المقادير كلها مع بعض وبتصير معايري حتها كتير بتجنن ازا حسيتوها انها بدكم تكون طرية اكتر ممكن تضيفوا كمان تسخنوا حليب وتضيفوا كمان عليها حسب نوعية البطاطا اللي احنا بنستخدمها لحتى اعطيها نكهة اكتر رح اضيف كمان تلات معالق من الزبدة رح تعطيني لها نكهة اكتر اطيب وكمان حتكون معاي طرية اكتر وهيك بتصير معاي البطاطا جاهزة كتير بتشهي ننسأل هلأ للطبق الثاني اللي هو الميت بول انا اليوم عملاهم بعجينة بلحمة الحبش اللي هي التركي المفرومة طبعا انتو بتقدروا تعملوها باي نوع لحم بشيكن بكمان باللحم العجل كله بيرجح حسب رغبتكم عندي هون حبة بصلة صغيرة مفرومة كتير صغير ناعم كتير وعندي هون ثلاث حبات من التوم الصغير كمان مفرومين بيضة مخفوقة وهون عندي نص معلقة صغيرة من الالس بايس وراح اضيف كمان ربع معلقة صغيرة من جوست الطيب وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الابيض هون رفضفت الربع معلقة صغيرة من البولتري سيزننج وكما انتو باستخدام التركي هلا رح فرجيكم اياها كتير بتعطي الطعم طيب لاني انا عاملتها بلحم التركي بيكون من المكونات هالمرمية كمان كتير بتعطي طعم طيب عندي هون ربع كوب من البورد كرامز او البقصومات وكمان رح اضيف ربع معلقتين صغير من الحليب السائل هيك صارت عندي كل المكونات جاهزة هلا رح ابلش اعجنهم لحتى ينمزروا كل المكونات هاي مع بعض رح اضيف هلا معلقة من الملح ونصيت اضيفها بالبداية وهيك بتصير معين مقادير جاهزة هلا بكمل عجنهم لحتى يتماسكوا كلهم بشكل كويس هلا هيك صارت عندي الميتبول جاهزة رح ابلش بطريقة التشكيل رح استخدم لحتى يطلعوا كلهم نفس الحجم الايس كريم سكوب طبعا هون هنا مجهزة صنية فرشتها بورق الزبدة رح ااخد القطع من اللحم المفروم ورح اعملها على شكل كرة بهاد الحجم اتركهم بالصنية طبعا بهاي الاثناء انا بكون محمي الفرن على 350 او 360 رح احطهم بالرف الوسطاني بس اخلص منهم بس لازم الفرن يكون حامي قبل ما ندخل اللحمة عليه هيك صارت اللحمة عندي جاهزة رح الميتبول صاروا عندي جاهزين لحتى يدخلوا عندي الفرن منتركهم بالفرن تقريبا 20 دقيقة مجرد ما ياخدوا اللون الاحمر الحلو رح اطلعهم وبتصير هيك عندي الميتبول جاهزة هلا هون رح ابلش بعمل الكريفيل هو الصوس رح نضيفه على الميتبول عندي هون اربع معالق من اللطحين رح استخدم عليهم اربع معالق من الزبدة بالاضافة لكوبين اربع اكواب من المرق اللحم وبالاضافة لديجا ماسترد وكمام معلقتين من الصياسوس وربع كوب من الكريمة هلا رح انزل الزبدة انا هون رجعت حطتهم بطنجرة اغمق شوي لحتى تسهل علي التحريك رح ابلش بتدويب الزبدة وبعدها بنزل عليهم لطحين كمية الزبدة مع كمية لطحين لازم يكونوا بنفس المقدار هلا بنحركهم لحتى تبلش لطحين يطلع لي ريحة حلوة وكمان يدوبوا ومسيروا معاي بهاد القوام نبلش نضيف عليهم مرق اللحم ما اضيفوا مرق اللحم قبل ما تشموا ريحة لطحين انو شوي استوى هنضيف عليه مرق اللحم ونبلش بالتحريك المستمر لحتى يتجانسوا مع بعض بنحركه بشكل سريع حتى ما يصير معاي اي تكتلات بالخليط هلا رح اضيف معلقتين كبار من الصويا السوس لحتى يعزز لي اللون ويعزز لي كمان النكا رح استمر بالتحريك لحتى يبلش الصوس يتجل معاي شوي شوي حضيف هلا معلقة كبيرة من الديجان ماسترد حيعطيني اللو حموضة شوي ويعزز لي نكته ويصيروا معانا كتير طيب بستمر بالتحريك طبعا هنضيف الملح والفلفل الاسود والتبلوم حسب ما انتو حبين انا استكفيت بالملح والفلفل الاسود فقط رح اضيف هلا ربع كوب من الكريمه ونبلش نحركهم لحتى تتجانس هاي المقادير كلها مع بعض رح اضيف فيها معلقة تقريبا من زيت النباتي وكمان رح اضيف عليها معلقة من الزبدة الزبدة لحتى يعطيني الطعم طيب للبراكلي مجرد ما بلشت الزبدة الدوب رح انزل البراكلي عليهم ولحتى ياخدوا تشويحة ولون ذهبي حلو ما بياخدوا وقت مجرد خمس دقايق انا ما بدي كتير يدوب وما بدي كتير يستوي بس يضلوا محافظ على لونه الاخضر لكن يتحمر بشكل حلو لهيك رح انخلي النار كتير عالية مجرد ما اخدت هاي التحميلة رح اضيف ملح فلفل اسود وهيك بصير معاي تقريبا جاهز اخر شي عصرة ليمون لحتى يعطيني اللونك بهاد الطبق لازم نستخدم الكرامبري صوص طبعا الكرامبري صوص انا كنت حابه اعمله معاكم بالبيت لكن ما رقيت الكرامبري فرش بالماركت فلهيك اضطرت اجيب هاي المعلبة جاهزة رح استخدموه لتقديم الطبق هلا لتقديم الطبق رح نضيف اول شي الماش بطيتو رح نضيفها بهاد الطريقة هلا هنضيف حبات او قطع من الميت بول وهلا هنضيف عليهم الجريبي بهاد الشكل هنقدم بجنبهم البراكلي اللي جحزنا من قبل وكمال الكرامبري صوص اللي بيعطي طعم كتير زاكي مع هاد الطبق واخر شي رشة بسيطة من البقدونس هيك طبقنا بصير معانا جاهز لهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم بتمنى الوصفة تعجبكم انتظروني في فيديوهات قادمة ان شاء الله يعطيكم الف عافية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة